انت راح تبليدي يا ابوه صراخاتهم تعبر عن مرارة الفقد امرأة تقتل بواسطة سكين من قبل زوجها بفعل متعمد داخل المنزل وذلك بسبب خلاف عائلي بحسب اهالي الضحية لتثير هذه الحادثة صدمة كبيرة داخل البصرة البارحة بالعشرة بالليل هو اجل البيت ومع العلم كانوا اخوانهم موجودين اثنين وخواتهم موجودين اثنين فصار الصياح بفوق سمعوا حسب افادة اخوه ما ادخله حسب ما روه ويقولون انه مرأ ورجال زين من صار الصريخ انت غير تصعد يشوف شكوه ماكو حرامي واحد مننا منانا يقول احنا ما ادخلني اخر شي يقول نزلوا بيده ستشين ما ديم قال انا كتل الزوجتي يقول اخذت انا وسلمت المركز الشرطة ودينا احنا للطب العدي ومن البارحة هس يالله استلمناه ووفقا لأهالي الضحية فان الزوجة قام بارتكاب هذه الجريمة البشعة في منزلهما بعد نشوب خلاف عائلي بسيط مما اسفر عن وفاة الزوجة جراء الاعتداء عليها وطعنها حتى تركها جثة هامدة وانا قلت لهم قلت لهم عمي ما ريدا عشائر انا اريد الدولة تاخد حقي اريد الدولة تاخد حقي الدولة تاخد حقي ما ريد عشائر عمي الخاطر فلان وعلان ما ريدا لا اريد الدولة لانه قضيته اربع ارهاب انت منتكبها وديتشة بسجينة حالك حال الارهابي ولاك ما قلت اي ام بتي ما قلت فات يوم صبت لي غدا ما قلت فات يوم قوت لي دشداشة ولاك العشرة ما وقفت ما قلت ابن عمي شا قل لي شا قل لي بن عمي اقل لاذبحت بتك والله ما ادري والله ما ادري وتأتي هذه الحادثة كتذكير مرير بضرورة تعزيز الحماية للنساء والفتيات ضد العنف الاسرية وتوفير آليات فعالة لتصدي لهذه الظاهرة ويتطلب تحقيق العدالة في حالة العنف الاسرية بالاضافة الى تفعيل القوانين وتجديد العقوبات على المرتكبين لضمان عدم تكراري مثل هذه الجرائم المروعة من البصر مصطفى الشمري التغيير الفضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر